أدلي بدلوت على طول على طول سريعة أنا واحدة أعرفك كثيراً وأنت بخاطرك تتزود أحطي بالك الأمر والدليل أنك متقدم أربع مرات أربع مرات تضلط فسولف لي عنها أدلي بدلوت تمام أربع مرات متقدم لها ما ألوم أهلها إذا كانوا خايفين عليها لأنه عارفة حياة فنان خايفة لا يكون مشغولة عليها خايفين مثلاً لا أقصر بحقها مثلاً أنا لو أحد تقدم حياتي هذا متعرف علي سأخاف عليها وأسأل لكن ما حدث بعد أن الناس تتكلم على أشياء غير موجودة فاطمة هذه المصيبة يعني سووا من الحبة قبة ساعاتها مصد جيئة أصد مصد شايفينها في المكان الفلاني كان الإشاعات مثلاً الإشاعات هذه الإشاعات وصلت لمرحلة الفنتازيا بالنسبة لعلاقتي موضوع الزواج للأسف ما تم ما صغرت بإذن الله شوف إذا كاتب تصير غصب على الكلف هذا من الآخر بل أخير قسمه نصيب كأنت جربتها تتزوجين وما حالفت الحظ يبخر سألفي لي عن الوضو لكن الآن أنا أقول لك ماذا؟ أنت لا تكون مستقر ومتزوج وعندك بيت وعندك مسؤولية أحمد يريد أن يتزوج يريد أن يكون أسره أعرف يريد أن يستقر لكن لا أشعر أنه جاهز أنا شخصياً أنا لدي مشكلة بحياتي أصلاً دائماً أحس بعدم الاستقرار مع أن الذي أرى أني من قريب يدري أن أنا كثير مستقر عائلياً عاطفياً مادياً لله الحمد لكن دائماً لدي هذا الشعور بعدم الكمال كل شيء فهذا الشيء يخوفني لا أدري أنا الآن أقول لك الشيء الصجي أنت الشيء الصجي أنت تحسين أنا كحمد أنا أحسك أنت لا تستطيع أن تكون صج أستطيع أن تزوج أو لا؟ هذا السؤال أنا؟ لا